اشتركوا في القناة 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 في ظل الحكم الحالي واللي طبعا هو معروف ان حكمه اسلامي سياسي هنتكلم مع المستشار معتز جمال المستشار القانوني لجمعية الوطن للجميع وطبعا من المفاجآت اللي قام بيها رئيس الجمهوري ان بارح انه احال قانون العمل الاهلي لمجلس الشورى ده اول قانون تقدمه الرئاسة طبقا للدستور الجديد حول مشروع قانون العمل الاهلي واهم من النقاط اللي بيحتويها هيكون مشرفنا استاذة سامة عبدالعزيز المحامي ورئيس جمعية ارض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان عشان نفهم بالزبط القانون ده عبارة عن ايه هيكون كمان عندنا فقرة تانية عن الخوف المرضي او الخجل مش عارفة لو فيه فرق بينهم ولا لا بس الدكتور هو هيصلح لنا اكيد اذا في فرق ما بين الخوف المرضي والخجل اعتقد ان الخوف المرضي شيء لي علاقة بالفوبيا اكتر من الخجل اللي هو طبعا الكصوف زي ما حضرتكم عارفين هنتكلم اكتر مع دكتور سعيد عبدالعزيم استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة عن الخوف المرضي والخجل لكن خلوهم يبتدي فقراتنا على طول بعد الفاصل بالصحفة وبنفكركوا لو عاديين نشوفوا اي فقرة هتفوتكم اي فقرة لو نازلين ممكن نشوفونا على اليوتيوب معنا نشوفكم بعد الفاصل على طول صباح الخير يا بنا